موسيقى انطلقت من المنام أعمال المؤتمر الأول لقادة الأعمال التواصل من أجل الابتكار بتنظيم من شركة ستارتاب ناشنل سنترل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وصفارة مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل هذا ويؤكد المؤتمر على الشراكة المتنامية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ويهدف إلى تشكيل مستقبل البلدين الصناعي مع التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاعات التكنولوجيا المالية والتصنيع والخدمات اللوجستية والمياه والطاقة والمناخ ريادة الأعمال والتكنولوجيا وبناء مشاريع ناجحة على مختلف الصعود والمستويات تلك هي أهداف مؤتمر التواصل من أجل الابتكار في انطلاقة تعد الأولى من نوعها ضمن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ودولة إسرائيل نحو تعزيز العلاقة البحرينية الإسرائيلية نحو التقدم والتطور بالاستثمار في رأس المال البشري والسعي المتبادل من أجل السلام والأمن والازدهار من خلال الابتكار والتعاون الاقتصادي طبعا نحن اليوم جدا سعيدين بتوقيعنا التفاقي أو مذكرة تفاهم مع الستارتاب نيشن وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى معاهم نحن نغطي ونركز في الاتفاقية على التعاون أو مذكرة تفاهم على التعاون مع الستارتاب نيشن لفتح المجال للمواطنين البحرينيين أو عدد من 6 إلى 12 بحريني لخبرة لهم تكون لهم خبرة دولية بحيث أن نستفيد من برنامج الخبرة الدولية اللي طرحت تتمكين العام الماضي طبعا البرنامج بيعطي الفرصة للبحريني أنه يستفيد يتوظف في شركة لمدة سنة خارج البحرين يستفيد من الخبرة يتعلم فيها وتمكين تدعم طبعا هذه البرنامج في كثير من الدول ونجحنا في عاقد أكثر من اتفاقية مع دول مختلفة أو مع شركات عالمية مختلفة مؤتمر التواصل من أجل الابتكار بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة يهدف إلى إيجاد سبل التعاون في الجانب التكنولوجي ومشاريع انتجارية مع التركيز على التكنولوجيا المالية وإيجاد فرصا للعمل مع مملكة البحرين يضم المؤتمر نخبة من موثلي القطاع العام وشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا من البلدين الصديقين من أجل إيجاد سبل التعاون التي من شأنها أن تدعم وتثري الجانب الاقتصادي طبعا منظمة شراكة أسست مؤخرا في البحرين هي المنظمة أساسا تأسست بعد الاتفاقيات الإبراهيمية طبعا دورنا كمنظمة أن يكون فيه people to people أن نوصل الشعوب لبعضهم من ناحية التواصل الثقافي التجاري وعلى جميع الساكتر أنا من إسرائيل التكنولوجيا المتطورة تعمل بها إسرائيل وفي قطاع الماء نعمل على مساعدة الدول في ترشيدي والحفاظ على الماء باعتباره قطاع مهم للغاية وتواجدنا هنا لخلق جسور التعاون مع مملكة البحرين ومنهم رجال الأعمال لتعزيز الابتكار وخلق إدارة جيدة للتواصل مع الشركات البحرينية والتي ستسهم في رفض السوق في المنطقة يتضمن المؤتمر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل إلى جانب ورش عمل وحلقات نقاشية حول بناء النظام الإيكولوجي التكنولوجي وتنمية رأس المال البشري مما يمكن للبلدين من تبادل المعارف وأفضل الممارسات مؤتمر التواصل من أجل الابتكار فرصة لتبادل الخبرات البحرينية الإسرائيلية في مجال ريادة الأعمال والابتكار باعتبار قطاع الصناعة أحد القطاعات المهمة والواعدة في البلدان إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر